اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية السلامة العامة في العمل مقدمة ان التعرض للاصابات اثناء العمل امر شائع جدا ويمكن تفادي الاصابات عادة قد تكون اصابات العمل مؤلمة وقد تكون مميتة كما قد تؤدي الى فقدان الشركة التي تحدث فيها الاصابات لقيمتها التنافسية في سوق العمل بسبب تغيب الموظفين المصابين عن العمل وانخفاض الانتاجية وارتفاع التكاليف الطبية وتكاليف تعويض التأمين الصحي قد تؤدي بعض اصابات العمل الى العجز والاعاقة مما قد يشكل عبءا ماديا ونفسيا ويساعد هذا البرنامج العاملين على فهم الظروف والسلوكيات غير الامنة اثناء العمل كما يعرفهم اكثر على الاصابات التي قد يتعرضون لها اثناء العمل الاسباب هناك ثلاثة مسببات رئيسية لاصابات العمل اولا ظروف العمل غير الامنة ثانيا السلوكيات غير الامنة ثالثا عدم التركيز او عدم التحلي باللياقة الكافية ظروف العمل غير الامنة لقد اصبحت بعض اماكن العمل اكثر امنا مما كانت عليه بينما هناك بعض اماكن العمل التي تحتاج الى تقييم مستمر للحفاظ على سلامتها ويفتعرض البرنامج امثلة عن بعض الظروف غير الامنة التي ينبغي الابلاغ عنها في مكان العمل انسكاب السوائل مما يجعل الاصطح زلقة احتراق المصابيح مما يجعل بعض الارجاء في مكان العمل مظلمة جدا وغير امنة الممرات المليئة بالفوضى مما قد يسبب التعثر والسقوط تخلخ السياج الواقي على جوانب السلالم الابخرة السامة وانسكاب المواد الخطرة خللوا عيوب الاجهزة او المعدات برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية السلوكيات غير الامنة يمكنك تفادي العديد من الحوادث في العمل عند التعرف على السلوكيات غير الامنة في العمل ان القيام بامور بسيطة مثل اغلاق الدرج بعد استخدامه او رفع الاشياء التي تقع من العامل كي لا يتعثر بها زملائه فقد يساعد ذلك على تفادي الاصابات الخطيرة وفيما يلي نصائح عن السلوكيات الامنة في العمل المحافظة على بيئة العمل منظمة وخالية من الفوضى ينبغي استخدام اسلوب اهم في حمل الاشياء ورفعها حيث يساعد ذلك على تفادي الاصابات في الظهر لذا فان على المرء لا يرفع ما يحمله من الاغراض بحيث تحجب عنه الرؤية وعلى المرء لا يرفع اثقالا تزيد عن قدرته ومن الافضل حمل الاشياء على عدة مراحل بدلا من حملها دفعة واحدة كما ينبغي ان لا يخجل المرء من طلب المساعدة اذا كان بحاجة اليها وينبغي على المرء ان يمسك بالسياج الواقي على جوانب السلم جيدا بيده كلها عند صعود السلم او عند نزوله فذلك يحد من خطر السقوط وينبغي على المرء ان ينظر امامه مباشرة عند صعود السلالم فالنظر الى اعلى قد يدفع بجسمه الى الخلف مما يفقده توازنه وينبغي على المرء ان ينتبه لطريقة لبسه فلبس الكعب العالي يعرضه اكثر للسقوط اذ يدفع الكعب العالي بالحوض وسائل الجسم الى الامام مما يخل بتوازن الجسم وينبغي على المرء ان يستخدم الادوات المناسبة لعمله فاذا اقتضت الحاجة استخدام مفك براغي من نوع فيلبس مثلا وتم استخدام مفك براغي مسطح الرأس بدلا من ذلك فقد يسبب ذلك الى اصابة في الرزغ وينبغي على المرء ان يتأكد من سلامة الادوات قبل استخدامها وينبغي على المرء اذا اراد ان يأخذ بعض الاشياء من مكان مرتفع ان يستخدم سلما وان لا يصعد على كرسي او صندوق ابدا وعليه ان يتأكد من ان السلم بحالة جيدة قبل استخدامه وان لا يصعد على الدرجة العليا من السلم ابدا وينبغي على المرء اذا اضطر الى المشي على سطح زلق اولا ان يمشي بفط ثانيا ان يمشي بخطوات صغيرة ثالثا ان يباعد بين رجليه فهذا يساعده على الحفاظ على توازن جسمه كما ينبغي على المرء القيام بما يلي عند القيادة اولا الحفاظ على سرعته ضمن الحد الاعلى للسرعة المسموح بها ثانيا ان يضع حزام الامان ثالثا ان يتبع قوانين وتعليمات السير رابعا ان يحافظ على تركيزه ويبتعد عما يمكن ان يشتت انتباهه وينبغي على المرء ان يتأكد ان اي دواء يتناوله سواء كان الدواء من الادوية التي تباع بوصفة الطبيب او بدون وصفة لن يؤثر على ادائه او تركيزه كما ينبغي ان يسأل الصيدلي او الطبيب عن جميع ما يتناوله من ادوية وعن اثارها الجانبية المحتملة وينبغي على المرء ان لا يشرب الكحول وان لا يطعاط المخدرات فهي تقلل من تركيزه وتمنحه شعورا مزيفا بالامان مما يعرضه للحوادث وينبغي على المرء الذي يعاني من الادمان على الكحول او المخدرات ان يستشير طبيبه فورا كما ينبغي عليه ان يكون صريحا مع مديره بالعمل فيما يخص ذلك على الموظفين عدم تناول الكحول او طعاط المخدرات اثناء العمل من مسئولية كل موظف الابلاغ عن اي سلوك من هذه السلوكيات الى المدير فالابلاغ عن السلوكيات غير الامنة يجعل بيئة العمل اكثر سلامة ويتيح للمدير الفرصة بان يجتمع مع الموظف صاحب السلوكيات غير الامنة وقد يرغب المدير في مساعدة ذلك الموظف الوعي والحالة الصحية السليمة تحدث الكثير من الحوادث في العمل بسبب فقدان الموظف لتركيزه بشكل مؤقت او بسبب عدم تحل الموظف باللياقة الكافية فعند ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ستزداد قدرة العضلات على تحمل المزيد من الاثقال دون التعرض الى اي اصابة فيصبح بامكان المرء حمل المزيد من الوزن والانحناء اكثر والقيام بالمزيد من الحركات دون تعريض العضلات والظهر والقلب والرئتين الى مجهود كبير كما ان المحافظة على الوزن الصحي ضرورية ايضا فالسمنة تشكل ضغطا على عضلات الظهر والمفاصل مما يجعل الشخص معرضا اكثر الى الاصابات يجب ان يحافظ المرء على تركيزه في بيئة العمل في جميع الاوقات ويصعب ذلك على الاشخاص الذين يقومون باهمال متكررة فقد يشهدون في التفكير ويغرقون في احلام اليقظة بسهولة مما يعرضهم للاصابات ان اخذ استراحات قصيرة بشكل متكرر للحفاظ على التركيز في العمل قد يخفف من تعرض الشخص للحوادث والاصابات ومن المفيد ان يجري المرء تمارين لتنطيط العضلات وتغيير الوضعية كي يشعر بالاسترخاء اثناء فترات الاستراحة ومن المفيد القيام ببعض التمارين الخفيفة اثناء فترات الاستراحة اذا كانت المهنة لا تحتاج للقيام فيها بالكثير من الحركة فمثلا من المفيد التنزه قليلا مشا على الاقدام اثناء استراحة الغداء لتمرين العضلات والتخفيف من التوتر النفسي والحفاظ على التركيز اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يمكن تفادي معظم الحوادث التي تحصل اثناء العمل ويمكن القيام بالكثير من الخطوات لجحل بيات العمل امنة للعامل والزملائه مثل الابلاغ عن ظروف العمل غير الامنة والمساعدة في تحسينها ويمكن المحافظة على سلامة بيات العمل عبر اتباع السلوكيات الامنة ومشاركة الزملاء بها يستطيع كل انسان تأمين بيات عمل امنة وسار له ولزملائه عبر الحفاظ على حالته الصحية وتركيزه اثناء عمله شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين